اهلا بكم متابعين الكرام في كل مكاننا وتغطية مستمرة ومباشرة لسير عمليات الجرية في الموصل لتطهير هذه البقعة من دنس الجمعات المسلحة وتنظيم داعش الارهابية هذه عمليات التي انطلقت في 17 من شهر اكتوبر الماضي حققت حتى هذا اليوم نتائج ايجابية وسريعة في مختلف المحاور اذا هذه عمليات كما اشرنا هي انطلقت من اربعة محاور بتعاون القوات العراقية المشتركة والبيشمرقة وعناصر الحجد الشعبي وايضا بالتنسيق مع التحالف الدولية ستحدث حول سير عمليات عسكرية اليوم ويكون معي داخل الاستوديو الدكتور عباس الجبوري عضو مركز ابابيل للدراسات الستراتيجية اهلا بك سيدك اهلا وسهلا بكم وبقناة المدى الفضائية كل تحية لك نبدأ من العمليات العسكرية واليوم بعد انطلاقها ما يقارب الشهر كيف تقيمون هذه عملياتها اولا بسم الله الرحمن الرحيم نبارك كل قواتنا المسلحة البطلة الجيش والشرطة والحجد الشعبي والبيشمرقة لما يبذلوه من قصارى جهدهم في سبيل تحرير ارض العراق وحقيقة في هذه الايام بعد ان هدأت في البداية كان القوات العراقية تتقدم بسرعة الان تغيرت بعض المفاهيم العسكرية في داخل الموصل اليوم قربت المسافات التحركات اصبحت قريبة اليوم هناك حرب شوارع حقيقية تقام اليوم في مدينة الموصل هناك طبعا حذر شديد من قبل القوات العراقية لأسباب كثيرة منها المحافظة على المدنيين وبالاضافة الى هذا لغرض عدم اعطاء تضحيات من القوات المسلحة لذلك نرى اليوم التحركات داخل الجبهة تكون محسوبة حسب التضاريس وحسب الاماكن خاصة انذا ما علمنا ان الموصل طبيعة التضاريس ما لا تختلف جبلية وسهلة وسهول اليوم انتقلت المعارك الى البيوت الى الازقى الى الاماكن الازقى يعني اليوم علينا ان نحافظ اولا على المدنيين وعلى بيوت المدنيين وعلى ممتلكاتهم بنفس الوقت هناك داعش اليوم يحتجز كثير من الرهائن علينا ايضا ان نكون حريصين في هذا المستوى اليوم اصبحت الضربات نوعية اصبحت تحرك محسوب اصبحت اليوم هناك دقة في الوصول الى الاهداف المرسومة والوصول الى الاهداف بشكل صحيح طبعا هناك محاور كثيرة المحاور الاربعة كما ذكرتها هناك يعني علاقة مشتركة هناك ستراتيجية معينة تسير فيها هذه الخطر في غرفة عمليات تعطي هذه الاوامر اليوم نحن نتطلع الى نصر قريب بعون الله والى تقريبا اليوم تحرر جزء كبير من الموصل لم يبقى الا القليل وان شاء الله بسواعد هذه القوات المباركة ستنتهي هذه المعركة وسيتعود ارض الموصل التي نراها يعني اليوم بين قوسين او ادنى رايات المصر ترفي حول الله ان شاء الله سؤال يعني اين تكمن صعوبة الباقي من المعركة كما ذكرت لك سيد العزيز وانت اعلام المتطلع وممارس اليوم المعركة اقتربت من نهاياتها اليوم دخلنا الى المدن حرب المدن يختلف عن حرب الصحراء بالمناسبة نحن كما ذكرت التقارير انه لدينا جيش هو من طليعة الجيوش التي تقاتل في حرب الشوارع لدي خبرة طويلة يعني كان احنا صارنا فترة في قتال مع داعش في انتقال في ديالة في الانبار في الفلوجة فجيش العراقي اكتسب خبرة وثقة بالنفس اضافة الى هذا اليوم الجيش العراقي لم يعد واحدة يقاتل لديه ظهير لديه البشمرقة ولديه حجد الشعبي وابناء العشائر وحجد الموصل وكل القوات المتطلعة اليوم هناك في الجبهة تقاتل بيوتيرة واحدة لذلك اليوم التنقلات داخل الجبهة اختلافها عن الباقي اليوم المسافات كما قلت لك ضيقة التنقل بحذر لدينا مدنيين محتجزين لدى داعش وبالاضافة لهذا لا نريد ان ندمر المدن ولا نريد ان ندمر البنية التحتية للمدن خاصة اذا ما علمنا ان داعش فجرك لغم كثير من الطرق كثير من البيوت كثير من الناسات حفر انفاق كثيرة فلذلك علينا اليوم ان نتوخى الدقة في هذه التنقلات وان تكون المعارك نوعية اكثر من السابق نعم ذا تحدثنا عن هذه العمليات الاسكرية وتحديدا عن عملية محتملة لتطهير مطار الموصل من جمعات المسلحة يعني هذه النقطة وفي حال تطهير المطار ما الذي يضيف للقوات الاسكرية ما هي الاهمية الستراتيجية لهذا الموقع طبعا كما علمنا وكما اطلعنا ومن خلال اتصالاتنا في القادة وفي الميدان وفي المراسلين والاخبار الموجودة مطار الموصل يشكل نقطة مهمة في المعارك في الموصل لكن علينا ان نقول اول مرة نتأكد من ان الدواعش قاموا ما قاموا في هذا المطار لغموا بعض اجزاء خربوا بعض البنى التحتية به نصبوا عبوات في كل مكان لكن عندما تصل القوات العراقية البطلة وتحرر هذا المكان اكيد سيضيف الى المعاركة شي جديد سيضيف الى المعاركة شي جديد اذا ما علمنا ان هذا المطار له ابعاد مطار دولي فيه مجالات وفيه مسارات وموجود حتى يعني على الخارطة يشكل ثقل فعندما يتحرر هذا المطار وتعاد الى البنية خاصة احنا اليوم لا نحتاجه للرحلات الجوية المدنية نحتاجه للعسكرية واعتقد هذه العسكرية خاصة من السمتيات والطائرات الاخرى قادرة على العمل بعد اعادته باذن الله لانه سيشكل ضربة قاصمة لداعش وبنفس الوقت يشكل منعطف تاريخي لمعركة الموصل في هذه المحلة هل يمكن ان يكون المطار دمرت اجزاء كبيرة منه حتى هذه اللحظة هل هناك معلومات عن قيام داعش بيترد هو للأسف الشديد دمرت بعض الاجزاء من خلال كما ذكرت لك نصب عفوات تفليش بعض الامور ترك سواتر ضرب بعض الطرق المؤدية الى الممرات ولكن كل هذا لا يستطيعون ان يدمروا كل المطار المطار كبير المطار واسع لديه مساحة كبيرة ممكن الاستفادة من اجزاء الباقي وممكن معالجة بعض الاجزاء من خلال تواجد القوات العراقية وتحريرها نعم طيب ما هو دور التحالف الدولي هل يمكن ان يقدم دورة وضع حد لتحرك داعش داخل المطار عن طريق القوات الجوية حقيقة احنا علينا اولا ان نعول على انفسنا خاصة اذا ما علمنا لدينا قدرات فائقة اليوم لدينا قوات ممتازة لدينا قوات تقاتل بشكل كبير وعلينا ان نعترف بهذا الشيء لدينا جيش العراقي مسلح احسن تسليح وخاصة مكافحة الشغل ومكافحة الارهاب بالاضافة الى لدينا ايضا ظهير اخر هو جيش البشمرقة الذي يقاتل ويعطي تضحيات ودماء زكية حقيقة للامانة اضف الى ذلك جاء الحجد الشعبي وهو الظهير القوي والذي يكون لاعبا مهما في هذه المرحلة وابناء العشائر وابناء نينوى كل هؤلاء الذين يتواجدون هناك قادرين على ايجاد النصر المؤذر باذن الله ولكن احنا لدينا ستين دولة في التحالف ستين دولة كما موجود على الورق للأسف الشديد خلال الفترة الفاتت لم يكن عطاء عطاءها بالمستوى التي يشكل هذا الحجم يعني كانت طلعات خجولة كانت طيران خجول مو مؤثر عندما اعتمدنا على قواتنا الجوية وطيران الجيش وطيران العراقي والقوات الجوية العراقية حققنا نصر مؤذر على الدواعش ولاحقناهم في كل مكان نعم سيد كريم أسف للمقاطعة يعني التحالف الدولي يقول أنه يقدم الدعم للعراقة نعم ويقول يعني كما يطلب العراقيين هو يقول ولكن أكو حقائق لدينا حقائق اليوم بعد فوز ترامب في هذه المرحلة أعتقد تستخير الصورة ونتمنى أن تتخير الصورة نتمنى أن يكون التحالف الدولي أكثر قدرة وأكثر يعني تعاون وأكثر صلابة في ضرب داعش يعني لأنه يمتلك كل شيء يمتلك الطائرات ويمتلك القوة ويمتلك الجو بشكل يعني سيد الجو لكن كما ذكرت لك نعم هو كما معلن يقول ضربت القوات وكذا وطارد الدواعش ولكن نحن كمحللين وكمتابعين نرى أن هذه الضربات لا توازي هذه الستين دولة المعلنة في التحالف نعم سؤالي كان أو يعني توضيحي كان بخصوص التحالف الدولي التحالف الدولي يعني يقول أنه يقدم الدعم ويشن الغارات بناء على توجيهات يعني وطلبات الجهات العراقية المتمثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة يعني أنه في حال طلبت القوات العراقية الدعم والإسناد الجوي نحن نقدم هذا الدعم لكن في حاله قالت نحن قادرون نحن نتوقف قوات التحالف لديها خطة مرسومة لا تستطيع تجاوزها نعم هناك طلب من القوات طلب من الحكومة العراقية أو الجهات العراقية لضرب داعش وتحديد أماكنهم تستجيب بعض الأشياء لكن اليوم عندما نطلب من أمريكا قصف الدواعش بالشكل الذي نراه مناسب نعم ستنفذ هي القرارات وستمتثل لما نقوله ولكن الضربات لم تكن الضربات الموجعة التي يشكلها تحالف نحن نطمح كعراقيين أن تكون هذه الضربات بمستوى قوات التحالف لأننا جميعا نريد أن نتخلص من هذه الجرثومة التي عاثت في الأرض فسادها طيب أكثر بلدان المؤثرة في التحالف الدولي أكيد أمريكا أمريكا اليوم هي سيدة الموقف تبتلك كل المال والسلاح ولديها ستراتيجيات بعيدة المدى ولديها قواعد أنا أقول لك معلومة 102 دولة تدعم الأرهاب هذه غير معلنة ولكن عندما تأتي إلى داعش أرهاب العالمي أو أرهاب داعش في العراق هو اليوم سنكون واقعين داعش في العراق اليوم هو يمثل أرهاب العالم سؤالي أنه استهداف يمولون الأرهاب من أجل تدمير العراق تحديدا هو ليس تدمير العراق اليوم داعش في كل العالم ولكن سوريا والعراق أكثر المتضررين من داعش اليوم الإرهاب أصبح عالمي ضرب مدن أوروبا ضرب مدن أمريكا ضرب أمريكا نفسها ضرب كل الدول ولكن اليوم جاء وضع ثقلة في العراق وسوريا لتدمير هذه المنطقة لأهميتها استراتيجية ولوجودها في هذه الخارطة الواسعة ومن أجل شرق أوصد جديد وكثير من الأهداف العسكرية لذلك اليوم عندما نقول أن 102 دولة تدعم الإرهاب بالمال والسلاح وغير معلنة يجب أن يكون المقابل يعني قوة التحالف أن يكون بمستوى هذا الدعم يعني يكون ضده لغرض إيقاف هذه الحملة بأكملها ونحن ندعو إلى الرئاسة الجديدة في أمريكا أن تغير من ستراتيجياتها داخل المنطقة لنتخلص من داعش ليعيش شعبنا بالأمان لأننا لو سمحت لي بدقيقتين اليوم ندفع ثمن باهض يا أخي اليوم عوائلنا تسكن في العراق اليوم أهلنا مهجرون أبنائنا بلا مدارس هذا غير معقول اليوم الطلاب ليس لديهم مدارس الأمهات في الشوارع الناس اليوم لو لو تراها صار سنتيا في العراق ماذا نبهاء أولئي يا أخي اليوم يعني لدينا مئات العوائل ليس لها مأوى تسكن في الهياكل وتسكن في الخيم وتسكن عند الجيران وتشتتت في كل العراق ذهبت أموالها ذهبت بيوتها وحرقت بساتينها بسبب هذا التنظيم الأرهابي اليوم يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية من كل الموجودين في العراق سواء كان التحالف أو كان التحالف الخارجي أو التحالف الداخلي أن يقفون جميعا وقفة رجل واحد لدرء هذا الخطر وإعادة الأرض العراقية إلى العراق نعني إذن في ظل هذه الانتهاكات الكبيرة التي يقوم بها تنظيم داعش ما هو السبب لتكون تحركات التحالف الدولي هي تحركات خجولة نعني ما هي الغايات هل هناك غايات سياسية ربما للولايات المتحدة أو لبعض منهم في داخل هذا التحالف دعني أقول لك بصراحة نحن لدينا معطيات نتعامل مع المعطيات لا نتعامل مع الأشياء بوهم كثير من المرات أمريكا نفسها دعم الداعش وأمريكا هي المسؤولة عن تنقلات الدواعج في كل مكان دعني نكون واقعين أنا أقولها بصراحة وبلا خوف أن أمريكا هي من تمتلك بيادق الشطرنج وتنقلهم من مكان إلى مكان فإذا كانت أمريكا صادقة في قلع الدواعج عليها أن تكون بمستوى هذا القول وإلا هل تعتقد أمريكا بعظمتها غير قادرة في 2003 أسقطت العراق خلال 19 يوم دمرت العراق وبناها بتحتية طيرت أتت بطائرات العالم كلها لتضرب العراق ودمرته وصلت إلى أردأ مستوى في البناء وفي المشاريع وفي الكهرباء هل يحقل أنه اليوم أمريكا غير قادرة على قتل هؤلاء الشراثم؟ أنا أقول لك لا هناك غايات وهناك نيات مبيتة ولكن علينا جميعا وكما ذكرت لك عزيزي أن نحتمد على أنفسنا أن نمتلك هذه القوات أن تتحرر الإرادة العراقية وأن نقف وقفة رجل واحد لندافع عن أرضنا نحن لو كنا بمستوى المسؤولية ما دخل الداعش إلى العراق لو أغلقنا الحدود لو كنا واعين لو كنا نمتلك هذه الحمية الوطنية لما دخل الدواعش إلى العراق ولكن بسبب التراخي والتناحر السياسي والخلافات السياسية والأطماع والتحاصص دخل داعش واليوم فعلى ما فعلته قتل ست محافظات بأكمله اليوم تعاني هذه المحافظات من المسؤول لكن عندما هب الشعب العراقي بكل مكوناته اليوم المحركة متساوية كلنا مسؤولون الصحفي والإعلامي والمقاتل وابن الحجد الشعبي وابن البيش مرقة الكل مسؤولين عن الدفاع عن أرض العراق فعلينا أن نعتمد على قدراتنا وقوات التحالف عندما تقف لمساعدتنا سيكون عمل إضافي ولكن لا ننسى قدراتنا هي الأساس في تحرير العراق وأن نأخذ الدرس اليوم علينا أن نأخذ عبرة عبرة مما دار فينا نأخذ عبرة مما جرى علينا اليوم أعطينا دماء لها أول ليس لها آخر خيرة الشباب يموتون خيرة الشباب يستشهدون من كل أبناء العراق ماذا نبرون؟ من أتى بداعش ليدخل العراق؟ ألم يكن التراخي وعدم المسؤولية والتناحر السياسي فعلينا أن نستوعب هذه الدروس ونعتبرها دروس بليغة في الحياة ونبدأ بداية جديدة في تحرير مدننا وأن نعيد هؤلاء المعذبين المهجرين النازحين إلى مدنهم لأنه الكيل الطفاح فيهم وهم عامين يجلسون في العراق نعم سنتحدث عن النازحين بعد متابعة هذا التقرير الذي عدى ملافع شمالية بخصوص النازحين في الموصلين نتابع الجيش العراقي وباقي الفرق الأمنية على تحرير الأرض من داعش بل اقترن معه الجانب الإنساني في تحرير العوائل من قبضتهم وإيصالهم إلى المناطق الخضراء المخصصة لإيواء النازحين كاميرا المدى كانت مع الفرقة التاسعة أثناء إخلاء أكثر من ألف نازح من أحياء الانتصار والكرامة وعدا وشهر زاد في قاطع الحمدانية وإيصالهم إلى المناطق المخصصة لهم تزامن مع الانتصارات الكبيرة التي حققت القوات الأمنية في كافة قواطع العمليات تم تشكيل فريق عمل برئاسة الفريق الركن باسم الطائي المحترم بالإشراف على عمليات إخلاء النازحين وتقديم الإغاثات الطارئة إليهم ونقلهم بواسطة العجلات العسكرية وعجلات وزارة الاتصالات إلى مناطق آمنة وتدقيقهم أمنيا ثم إخلاهم إلى معسكرات اليواء التي منتشرة في كافة المحافظات الشمالية وضمن قواطع العمليات كافة صور إنسانية كثيرة جسدتها القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها مع النازحين بعضها يفوق الخيال حيث يروي الناجون قصصا عن تعرض بعض المقاتلين للقتل في سبيل إخلاء العوائل إلى مناطق آمنة والبعض الآخر يتقاسم معهم طعامه وشرابه وآخرون يحملون الأطفال والعديد من الأعمال الإنسانية الأخرى صار قصف علينا ذلك يرمون قناصين يرمون على الجيش ويرمون آلبيوت ويرمون آلشزمون وطلعنا بعمارنا قال فالله عليك على الجيش قال يابا رفعوا رأيات بيض وطلعوا وطلعنا وجينا والجيش تغبننا وأتل وشرب وهلو مرحبا ويقولون أنتو إبهاتنا وأنتو الأشبير يقولون أنت أبونا وصغير يقول أنت أخونا وداران ومداراه أحسن مداراه يعني ما شفنا مثلها هذا لك يخافونه يقولون ترى من تصلون الجيش من تصلون الجيش والجيش يقتلكم قلنا المال أنه خير الله والجيش صورة الوطن الجيش أول وثالث صورة الوطن الجيش وخلف الله على الجيش والله المعاملة مع الجيش وجهاز مكافحة الأراب زين مع العالم أي والله معاملتهم كل زينة معنا نطونا أكيد نطونا شرب أكثر من 25 ألف نازح تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحريرهم من سيطرة عصابات داعش وإيصالهم إلى المناطق المخصصة لهم بعيدا عن المعارك من محور قوير جنوب شرقي الموصل مناف الشمالي قناة المدى أهلا بكم الجديد مشاهدي أكرم متابعينا في كل مكان وهذه التغطية المستمرة والمتواصلة أذن تابعنا مع تقرير مناف الشمالي بشأن النازحين والجانب الإنساني والدعم الذي تقدمه لقوات الأمنية للنازحين نتحدث مع الدكتور عباس الجبوري إذن عن النازحين هذا الملف الآخر المرافق للجانب الإنساني من عمليات العسكرية كيف تقيم أداء الجهات المختصة بتقديم الدعم والمعونة للنازحين طبعا نحن لدينا نوعين من النازحين نوع هاجر ونزح قبل في بداية مجيء داعش وهؤلاء انتشروا في عموم العراق ومنهم من سكن كردستان ومنهم من سكن في جنوب العراق ووسط العراق وحقيقة يعني الحقيقة قال العوائل العراقية قبلت بلاء حسن في استقبال هؤلاء النازحين من كل المحافظات وخاصة في الفرات الأوسط والجنوب لاقوا استحسان عالي جدا وهذه هذه قيمة العراقيين وهذا هذا هذا مستواهم في التعامل مع أخوانهم أيضا دولة لا زالوا يعانون لأنه لحد هذه اللحظة لم يحسم أمرهم حتى المدن التي حررت لا زالوا يعني لا زالت غير مكتملة البنية التحتية معمم البندن ليس فيها ماء وكهرباء فلذلك من الصعوبة اليوم إعادتهم لدينا النازحين الذين اليوم في المعركة ينزحون أثناء المعركة وهؤلاء مشكلتهم أشد لأن نحن نعرف الآن موسم البرد بدأ موسم البرد وهم الآن ينزحون من الموصل حقيقة وعددهم تجاوز ثلاثة ألاف ثلاثمائة ألف عائلة لحد الآن نزحوا من الموصل حتى هذه اللحظة منذ وطلق العمليات نعم وهؤلاء حاولت بعض المنظمات والجيش والشرطة وحتى أبناء الحجد الشعبي والبيش مرقى إيواءهم ما يمكن إيواءهم وتقديم المساعدات لهم ولكن طيب أين توزعوا ثلاثمائة ألف توزعوا في أماكن لأنه بعض القرى عندما ينزح أهلها وتتحرر يعادون إلى أماكنهم معظم القرى التي حررت وهي قرى طبعا واسعة تجاوزت أكثر من سبعمائة وخمسين قرية تم تحريرها هذه القرى جميعها يعني بعد تحريرها معظمها أعيد النازحين إلى بيوتهم لأنها كانت يعني غير مهدمة فيها بعض الخدمات لأن أنت تعرف النازح يفضل العودة إلى بيته ولا يسكل في العراء ولكن أنا أقول اليوم هؤلاء النازحين مسؤولية الكل مثل ما حماية الوطن مسؤولية الكل النازحين مسؤولية الكل وحقيقة هناك قصور واضحة أولا من شيوخ العشائر ثانيا من رجال الدين في هذه المناطق ثالثا هناك تقصير من الأمم المتحدة واضح والمنظمات الدولية المتحدة تقول أني لم أحصل على الدعم الكافي تبرر أنه قلت مساعدتها؟ الأمم المتحدة لديها أمكانيات العالم فمن غير المعقول أن لا تدعم هؤلاء النازحين ولديها برنامج موجود في كل الدول ولديها طوارئ وخطط كيف لا تستطيع بالإضافة إلى هذا وزارة الهجرة والمهجرين أيضا هي الأخرى مقصرة بسبب عدم وجود الأموال وعندما تذهب إلى الحكومة لتقول لهم لماذا لم تدعموا النازحين؟ الكل يتحجج في الحرب وكأننا خلال السنوات الماضية تلك المبالغ التي صرفناها بالمليارات اختفت بين الللة وأخرى أيعقل أننا في بلد العراق امتلكنا ألف مليار دولار خلال هذه الفترة لا نمتلك خزين للطوارئ؟ كل الدول العالم في ستراتيجياته تجعل هناك خزين ستراتيجي في المواد في الوقود في المبالغ أيام الطوارئ لأن تعلم سيدي اليوم العالم يتعرض إلى طوارئ كثيرة في الغرق وفي الحريق وفي الحروب فكل دولة لديها خزين ستراتيجي تخرجه من خلال هذه الأمور إلا في العراق لا يوجد أي شيء يفترض نحن كدولة نفطية كان لدينا مبالغ هائلة ألف ألف مليار دولار موازنات العراق من 2013 إلى اليوم ذهبت في جيوب السراق وهذا الكل يعرفه ذهبت جزء في مشاريع وهمية وجزء ذهبت في جيوب السراق الذين ندعو المحكمة الاتحادية وندعو البرلمان وندعو الخيرين والشرابة طبعا أنا عندما أتحدث عن هذه السرقات لا أقصد الكل هناك ناس شرفاء في العملية السياسية هؤلاء حقيقة عملوا بكل وسعهم ولكن هناك سراق فعلينا اليوم أن نأتي بالسراق حتى لا نقع في هذه المشاكل يعني من غير المعقول بلد مثل العراق اليوم غير قادر على إيواء أبناء شعب عندما يزحون من حرب هذا غير جائز غير ممكن يفترض اليوم لدينا قدرات مالية تحمي هؤلاء على أقل توفير خيمة لهم خدمات بسيطة نحن لا نقول أريدكم تسكنوهم في فنادق درجة أولى ولكن نريد أن تجلسوهم في أماكن تعزهم وتسترهم هؤلاء أبناء العراق نساء العراق شيوخ العراق هؤلاء هم يمثلون هذا الشعب طيب نعني 300 ألف نازح أين توزعوا حتى ذلك؟ توزعوا طبعا في سهن نينوى في الماماكن الحررة منهم من نزح إلى بغداد ومنهم من نزح إلى المدن المحررة في باقي المحافظات ومنهم من نزح إلى كردستان ومنهم من عاد إلى المدن التي هجر منها في نتيجة المعارك واليوم إذا ما علمنا أن هناك ممرات آمنة تركها الجيش الآن لا زال تتدفق وكما شاهدنا في تقريركم لا زالت هناك عوائل تتدفق لأن المدن التي يكون فيها قتال الدولة والجيش العراقي والقوات المسلحة وجدت هناك ممرات آمنة لخرجها لأنهم قتلين حتى لا يصبهم الخطر طيب بعض المناطق التي تم تحريرها وتطهيرها من دنس الجواة المسلحة يعني بعد عمليات تحريرها شهدت نزوح العوائل يعني استفهمات كثيرة تطرحها هذه القضية ما هي أسباب نزوح العوائل بعد تطهير المناطق؟ حقيقة أي مكان يحدث فيه حرب يترك مخلفات وأنت تعرف سيد العزيز اليوم الدواعش لغموا كل شيء حتى تيول الكهرباء جعلوا فيها الغام الشوارع الممرات البنايات فهذه العوائل الحقيقة تخشى تخشى على نفسها اليوم هذه البدن أي مكان فيه معركة لا يمكن للناس الآمن أن تجلس خاصة إذا تمتلك أنت أطفال وتمتلك كبار السين ومرضى ونساء حوامل فهؤلاء لا يستطيعون أن يعيشوا في مكان فيه حرب خاصة إذا ما علمنا أن المعركة لا زالت مستمرة ولا زالت تال على أشدة ولا زال هناك طيران وهناك قصف فهذه الأماكن والتي تقصدها هي الأماكن القريبة من المعركة رغم تحريرها ورغم عدم وجود هذه الأشياء ولكن نزحت الناس خوفا من هذه الأشياء التي ذكرت لك لأن لا يمكن لهذه العوائل أن تسكن بجانب الحرب وبجانب القتال النزحين يعني ملف إنساني كبير رافق العمليات التي انطلقت في الموصل ما هو دور رجال الدين من باقي المحافظات ليس بهذه المحافظات كيف يمكن أن يدعموا ويساعدوا في تقديم المساعدات ما هي الدعوة التي يمكن أن يوجهوها أنا حقيقة لكل رجال الدين ولن أختصر على طائفة وحدة كل طوائف العراق معنيين بذعم النازحين من خلال التبرعات من خلال المساجد من خلال الحسينيات من خلال الكنائس من خلال كل شيء يمت إلى رجال الدين بشيء الوقف السني الوقف الشيعي الكل مدعو لدعم النازحين إذا ما علمنا أن هناك في ناس يعني فتحت بيوتها للنازحين في ناس أخذت تصرف على النازحين فرجال الدين اليوم لهم دور كبير من خلال بث الوعي ومن خلال دعمهم بما يمتلكون من خلال هذه المرافق التي ذكرت لك مثل وقف السني وقف الشيعي والحسينيات مدعوين إلى دعم النازحين بكل قوة لأن هؤلاء بحاجة إلى الدعم في الوقت الحاضر وأنا رأيت وزرت عدد من المخيمات الناجحة في بغداد والتي لها دور أنا زرت مخيم في الغزالية وزرت مخيم في مدينة الخضراء تشرف عليهم أحد العضوات مجلس محافظة بغداد السيدة دهار راوي حقيقة وجدت أن هناك جهد استثنائي لهذه للنازحين والآن حتى أبناء الموصل عدوا لهذه المخيمات وهذا أيضا يشكل نقطة فوق لكل المتطلعين واللي ندعوهم أن يكونوا يد واحدة في سبيل شنه مساعدة النازحين ومد يد العون لهم نعم 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 إذن بالوقت رهن السلطات والجهات المعنية لم توفق حتى هذه اللحظة بتقديم الخدمات الكافية للنازحين حقيقة نتحدث عن النازحين بعد نعني عن تلاقي العمليات نعم أي جهة تقصد يعني الحكومة مثلا الحكومة والمنظمات المجتمع بسرعة عامة المنظمات المجتمع المدني تقصيرها واضح جدا سنكون واقعيين لم تفي بوعدها لم تعطي ما يمكن أعطائه يعني تقديمها للمساعدات ضعيف جدا هناك جهات عراقية حقيقة تقدم ما يمكن تقديمها منظمات مجتمع مدني منظمات مدنية جهات خيرية حقيقة تقدم الآن الحكومة الحكومة مدعوة إلى دعم أكثر لأننا اليوم سنكون واقعيين لا يمكن أن نضغط باتجاه على الحكومة نحن نعلم الحكومة نقول أنه أنا عندي أزمة مالية نحن اليوم الحكومة لدي وعندي حرب ضد عز أنا أقول لك شي يا عزيزي خلينا نكون واقعيين عام 2014 كان العراق جزء منه كبير محتل لدى داعش اليوم عام 2016 أو شكنا أن نحرر هذا العراق بفضل خنقول بهذه الحكومة لا نبخص حقها برغم من ملاحظاتنا الموجودة عليها نحن الملاحظات نذكرها نقول ملاحظاتنا عن الحكومة وحدة اثنين ثلاثة ولكن هذه الحكومة بثلت قصائر جهدها نكون واقعيين عملت حررت اليوم أيضا هي مدعوة إلى مديد العون بالرغم من أنه نعرف عندها حروب ونعرف عندها أزمات اقتصادية لكن هي تبقى المسؤول الأول والراعي الأول لكل العراقيين فعليها أيضا أما عن طريق الأمم المتحدة أن ندعو الأمم المتحدة عن خلال بزارة الخارجية من خلال القنوات الدبلوماسية أن ندعو الأمم المتحدة ومن وضعات المجتمع المدني أن تأتي للعراق اللي تساعدنا ما بها شيء يعني إحنا اليوم عندما كثير من الدول عانت بعض المشاكل مد العراق يد العون لها لماذا لا نأتي به هذه الدول اللي تعين أبناء شعبنا نحن اليوم في أزمة وإحنا يعني إحنا مو شعب فقير إحنا شعب معطاه شعب في خير في نفط في طروات لكن اليوم إحنا نمر بأزمة وهذه الأزمة إن شاء الله تعدي ونرجع نستعيد عافيتنا ونقف على الرجل وحدة ونكون بمستوى ونعيد العراق إلى جادة الصواب ونعيد إلى مكان طبيعي نعم حتى لحظة 300 ألف نازحة لكن مع استمرار معارك ومع تقدم القوات الأمنية بكم تقدر عدد النازحين ربما يقل وربما يكثر لأننا مثل ما ذكرت لك معظم النازحين الذين ينزحون من هذه المناطق يعودون إلى مدنهم المؤمنة طبعا هذا يعود بفضل بفضل القوات المسلحة على فكرة القوات المسلحة العراقية والبيش مرقة والحجد الشعبي يقدمون للنازحين خدمات جليلة جدا ونرىها يوميا شاهدنا بتقرير نعم شاهدنا بتقرير من الماء والدواء والطعام والمفارز الطبية واليوم عندما تجد قوات تقاتل وتعتدماء وقوات أخرى تدعم النازحين وترعاهم فهذا قمة العطاء اللي قدمه أبناء شعبنا بكل مستوياتهم بصراحة عطاء هذا كبير اليوم الجيش العراقي وكل التشكيلات معه بالوقت اللي يقاتل ويحقق نصر نحن اليوم نقاتل ترى مو نقاتل شي بسيط اليوم نقاتل داعش يمتلك ستراتيجيات ومثل ما ذكرت لك كم دولة دعمه عنده أسلحة متطورة عنده مقاتلين تدربوا في أحسن المعسكرات يعني اليوم لما نقاتل ونحقق نصر بنفس الوقت عندنا جنود وعندنا بيش مرقة وعندنا حش الشعب يرعى النازحين وياويهم ووفرهم والغذاء والدواء فهذا هو العراقي اللي يذكره وتاريخه أن يكون ستة الاف سنة من الثقافة والأخلاق والقيامة سنتحدث عن أسلحة متطورة والتدريب لعناصر داعش لكن بعد أن استوضح أكثر بخصوص النازحين أيضا هل يمكن أن تتعامل وتتكيف الجهات الحكومية مع موجة النزوح المتوقعة أكثر لحصائيات تسير لأن العمليات المقبلة ستشهد عمليات نزوح أكثر للنازحين لأنه هي داخل المدن وداخل مناطق مكتظة بالسكان في الموسط يعني في حال نزوح أعداد أكبر هل يمكن أن أتوافق في تقديم الدعم في الوقت الراهن أنا غير متشائم من هذا الموضوع حقيقة لأن نحن تعرف في دخول داعش في بداية دخول داعش شهدنا نزوح كبير واستطاعت الحكومة من خلال منظماتها ومن خلال منظمات المجتمع المديني ومن خلال العواهل ومن خلال دعمها ووزارة الهجرة والمهجرين استوعبت ما يمكن استيعابه وهذه اليوم أعتقد أنه نحن قادرين على لملمة النازحين وإيواءهم لحين ما يمكن إعادتهم إلى أماكنهم خاصة إذا ما علمنا كثير من النازحين لازالوا في بيوتهم لذلك اليوم أنا عندما ذكرت لك في محورنا الأول وقلت لك أنه القوات العراقية تتنقل بمهنية هو أحد أسباب الرئيسية هو حتى لا نستخدم يعني تحدث هذه العمليات النزوح الكبيرة لأنه خاصة إحنا مقبلين في شتاء وهؤلاء يحتاج لهم إلى رعاية إلى دعم إلى يعني مثل ما يقول في شتاء يحتاج إلى صوبات إلى بنزين إلى نفوط إلى تدفئة فهذا كل هذا يخلينا نتنقل بحذر ولكن على الحكومة أيضا هذه رسالة أوجهها لكل الخيرين في هذه الحكومة أن تستوعب هذا العدد من النازحين لحين ما تمر الأزمة بسلام ويعودوا إلى أهلهم وأكيد الدولة أيضا واضعة خطة بالها ومثل ما ذكرت لك اليوم القوات المسلحة تشتغل على هذا الشيء والحمد الله وشكر أنجزت ما يمكن إنجازها من رعاية النازحين وإيواءهم وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم واليوم حتى شوف يعني اليوم حتى المواكب الحسينية أخذت الزاد والطعام إلى النازحين وإلى المقاتلين وهذا يدلل على وحدة العراق واللحمة العراقية التي كنا نبحث عنها البعض أراد أن يمزق هذا الشعب البعض جاء بأجندات ما أنزل الله بسلطان من أجل تدمير العراق ولكن اليوم العراقيين بهذا النفس بهذه الروحية يستعيدون ما يمكن استعادته وإعادة هيبة العراق الحقيقية وأن يكون دولة بينها في وصاف الدول المتقدمة نعم نعود مرة أخرى إذن على نقطة أشرت لها قبل قليل أنا وهي الأسلحة المتطورة التي تحت حوزة تنظيم داعش وأيضا عن معسكرات تدريب التنظيم سؤال يطرح نفسه بشدة هذه الأسلحة المتطورة من أين تدخل إلى التنظيم نحن نعلم جميعا أن هناك دول راعية للأرهاب وكما ذكرت لك 102 دولة هذه حصائيات صحيح لكن كيف تصل هذه الأسلحة تصل الحدود مفتوحة نحن أقرب جيران إذا يدعمون الإرهاب عزيزي تركيا وحدها أدخل 30 ألف إرهابي وداعشي إلى العراق وسوريا من خلال مطاراتها ومن خلال ممراتها لكن تركيا بالوقت الحالي هي ربما عدو آخر بالنسبة للتنظيم من خلال تصريحات طبعا بعد أن كواب الإرهاب بعد أن عاث بيهم بعد أن فجرهم وعاولا نفسهم وإلا أيضا عندنا دول عربية دعونا نسمي الأسماء بمسميات يا أخي معظم السيارات المفخخة ومعظم الأسلحة ومعظم الإرهابيين يأتون عن طريق السعودية وهذا واضح قطر تدعم كثير من الدول العربية هي من يساهم في قتلنا لماذا لا نقول الأسماء إذا كنا نمتلك حدود طويلة عريضة مع السعودية لماذا لا يدخل الإرهابيين يدخلون بأسلحتهم وبسياراتهم وبمعداتهم والأسلحة أسلحة كثيرها هذا موضوع بالذات يطرحها أنه إذا حدود طويلة والحدود يتمر منها سيارات ملغمة تمر من أدها أسلحة يعني لماذا ما يتكون هناك سيطرة على هذا الحدود أنا كما ذكرت لك لو كانت الدولة جادة في حماية أبناء هذا الشعب لما دخل الدواج وقد أكدنا في كثير من اللقاءات وأنا ناديت بأعلى صوتي حتى بحصوتي على غلق الحدود وإيجاد أنظمة لغلق الحدود لا يمكن أن تحرر أرضك وحدودك مفتوحة يعني أنت شيء منطقي كيف يمكن لك أن تحرر هذه الأرض وتعيدها بشكل وتعطي التضحيات عليها وتعطي دماء بمستوى التي تقدم اليوم والحدود مفتوحة من يضمن لك أن الإرهابين لم يتسللوا خل هذه الفترة يجب أن تكون هناك قوات حدود يجب أن تكون هناك سيطرات يجب أن تكون هناك أجهزة كاشفة لكل ما يمر خلال هذه الحدود نحن علينا اليوم إذا ما نعرف علينا أننا بلا دول ونتعلم منها هناك أنظمة توضع على الحدود توضع على الحدود أجهزة تكتشف كل شيء يعني يعني أكو مثلا في كندا النظام الموجود في حماية حدود كندا نظام متطور جدا بحيث أنه الحارس يجلس في غرفته ويعلم من يدخل ومن يخرج وكثير من الدول كانت هناك يعني كانت هناك أجهزة على الحدود على طيلة الحدود اللي تربطنا مع الدول وخاصة في جانب السعودية وفي سوريا كانت هناك أجهزة تسمى أجهزة الرازية هذه توضع في أماكن مختلفة وهذه لديها شاشات لدرجة أن حتى الطير عندما يحط على أسلاك الكهرباء يحدث صوت أو رنين أو إشارة ولكن عندما بعد 2003 دمرت هذه ألغيت كثير من سيطرات الحدود وإلا نحن اليوم علينا أن نعود إلى وضع قوات مقتدرة قوات قوية أن تحمي الحدود وأن نخلص من هذا الشيء لأنه اليوم إحنا حررنا مدننا وقعدنا وسكتنا من يضمن أنه باشر عقبة ما تجينا خلايا نايمة وتطلع عنا وتقاتلنا ورد مرة ثانية كأننا كأنك يا أبا زيد ما غزيت علينا اليوم أيضا بالوقت الذي نفكر بحرب طاحنا مع داعش ونحرر أرضنا علينا اليوم أن نفكر أن نغلق حدودنا بشكل محكم ونترك قوات مهنية قوات متطورة ونترك هناك سيطرات وممكن أن نستورد أجهزة بحيث لا نسمح لأي شخص يعبر لهذه الحدود وإلا فليس هناك فائدة من تحليل لكن إذا تحدثنا عن مثلا الموصل تحديدا الموصل سيطر عليها تنظيم داعش يعني بعدد بسيط من عجلاته ونعني خنقول أنه مجرد إطلاقات في الهواء وضجة إعلامية سيطر على المدينة كان هناك ربما البعض الشر لأن هناك خطة لتسقيط هذه المدينة ولسيطرة التنظيم عليها يعني في عهد نوري كامل مالكي بعد ذلك تغيرت الحكومات حضرت حكومة أخرى يعني ظهر سيدة مالكي مالة أخرى إلى الشاشة ليصرح أنه الموصل هي صفقة سياسية لبعض الجهات يجب أن لا تكون صفقة بعد التحرير يجب ويجب ويجب طيب في حال تسليم هذه المدينة بهذه البساطة إلى التنظيم ألا يفترض أن تكون هناك محاكمة للجهات التي تسببت بكل هذه الخسارة للعراق سواء كانت خسارة مادية أو حتى خسرت آلاف المدنيين والأرواح زهر قطر وهم بدون أي سبب يعني مجرد غاية سياسية نعم عزيزي نحن ندرك في العراق ونعلم جميعا كيف دخل داعش إلى العراق وخاصة في هذه المنطقة وتفوق حتى علامية للأسف الشديد كان هناك يطلق إعلام وهذا الإعلام جعل انكسار يحدث في الجيش ووحدة تنكسر عن الأخرى وتترك سلاحة حتى انهزب الجيش والأسف الشديد الجيش العراقي جيش كبير لا يهزم ويجب أن لا يهزم لأنه رمز من رموز العراق هو الجيش العراقي والجيش العراقي له باع طويل في المعارك ولكن للأسف الشديد السياسات والاختلافات والصفقات والمحاصصات هي التي أسقطت الموسم وما يؤسفنا اليوم كثير من يتحملها بدرجة الأساس نعم من يتحمل هذا الكل يتحمل الكل من موجود في السلطة في ذلك الوقت يتحمل سقوط الموسم السؤال إذن لماذا يستمرون إذا كان هم يتحملون مسؤولية كل هذه الانتهاكات وكل هذه الجرائم شكلت لجان لجان وأفرزت هذه اللجان بأن هؤلاء ولكن للأسف الشديد نحن كما نعلم يا سيدي لازمنا نماطل ونجامل ونهادن اليوم نرى يعني في هذا اليومين المضت هناك أصوات من مسؤولين في الموصل يتحدثون عن من يحكم الموصل بعد تحرير الموصل أنا أقول من المعيب جدا أن يجلس المسؤول في أربيل أو في عمان أو في لبنان ويتحدث المسؤول الذي صعد بأصوات الموصليين عليه اليوم أن يمسك سلاحه ويجلس في الجبهة يقاتل مع الجيش يقاتل مع البيش مورغان يقاتل مع الحجد الشعبي يقاتل مع أبناء الموصل الغيارة ليسترد أرضه وإلا أن يجلس في فنادق درجة أولى خمس نجوم ويتحدث عن المعركة ومن يحكم ومن يأتي وكيف تكون الحالة هذا غير جائز الكل مسؤول عن تسليم الموصل الموصل لم تسلم اعتباطا هناك مناطق في الموصل من 2003 لم تتحرر من داعش القاعدة كانت موجودة وكانت مستعصية ولم تعالج وهناك تقارير استخبارية جاءت إلى الدولة وجاءت إلى الجهات الموجودة في الموصل بما فيها المسؤولين في الموصل وجاءتهم تقارير واضحة عن تحركات داعش ومن أين يتحرك وأين معسكراته وكيف يقيم وأين يتدرب ولكن للأسف الشديد لم يأتي أحد ليأخذ بهذه التقارير حتى حصلت الكارثة ونتيجتها اليوم لدينا أكثر من مليون نازح فقط من الموصل وهذه كارثة كارثة إنسانية لم تحدث لم تحدث بالعالم كارثة أن نزوح هذا العدد والكارثة الثانية هي وجود عدد ربما ضعف عدد النزح هم تحت سيطرة التنظيم داعش واستخدامهم كدرع بشرية السؤال هو أن كان القادر العام للقوات المسلحة أن ذاك بعد دخول الجماعات المسلحة لم يوصل وين كان دور القوات الأمنية وين كانت الجهات المختصة لربما تساهم بعملية سريعة لإستعادة الأرض لما كل هذا التأخير ولماذا أيضا لم تحاسب تقلت أنه تشكلت لجان هذه اللجانة تشكلت وقطت أسامي وطلعت لكن بالنتيجة أنه رغم أنه وضعت الأسماء العلنية للأشخاص الذين هم متسببين بما حدث في الموصل لكن هذه الشخصيات هي مجتملة الآن بالحكم وهي أيضا الآن تتحدث وتتصرح عن الموصل هناك أخطاء كثيرة الخطأ الذي وقعت فيه الجهات الأمنية والقوات المسلحة عندما سلمت الموصل إلى داعش بالرغم من أن كان عندنا ستين ألف مقاتل على فكرة نحن في معرسل خسرنا عشرين مليار سلاح عشرين مليار دولار الأسلحة التي خسرناها في الموصل وهذه أيضا هذه كارثة الأسلحة مالتنا المعدات مالتنا كلها صارت بيد داعش واستخدمت ضدنا الدبابات يفخخوها ضدنا العفو المدافع ضدنا كل السلاح اليوم توجه ضدنا في تلك الفترة لو كان هناك حسم وكان هناك محكمة قوية قادرة على قهر هؤلاء ومحاسبتهم لحاسبتهم ولكن نحن نقول هناك ضعف كبير كبير في المحاكم واللجان وأي قضية اليوم يقومون لها لجنة إن هذه اللجنة تسيست ولن يتم اتخاذ أي قرار تجاه فالكل يتحمل مسؤولية ضياع الموسر الكل يتحمل مسؤولية ضياع الموسر والكل مستمر في الحكم والكل مستمر بتصريحاته ومن أصبع كيف يمكن أن ينهى هذا العراق العراق إن لم يكن هناك وعي شعبي لن ينهى في العراق إذا بقي العراقيون بهذا المستوى من الخنوع لن يتحرر الشعب على العراقيين أن يقفوا وقفة رجل واحد وأن يقولوا لكل مفسد أنت مفسد وأن يحاسبوه والشريف يقول له أنت شريف ويرفع له القبعة لأن هذا البلد فيه شرفاء نحن لا نستطيع أن نخلط الأوراق فيه ناس مخلصين يعملون بكل جد وفيه ناس مفسدون فعلى الشعب العراقي عندما تأتي الانتخابات أن يكون أكثر وعيا وأن لا يعطي أصوات لهؤلاء الفسد والقتل الذين ختلوا أبناء الشعب العراقي ويذهب باتجاه الشرفاء الذين ساهموا في تحرير العراق ومن ثم بنوا العراق ومن ثم يدافعون عن العراق وحافظوا على ثروت العراق وما أكثرهم ولكن لم يعطوهم الفرصة الشعب اليوم يتحمل مسؤولية كل الشعب أنا وأنت أيضا نتحمل مسؤولية من خلال صوتنا الإعلام من خلال قنواتنا الفضائية الشريفة أن نظهر هذا الصوت أن نقول للفاسد كافة فسادا كافي يا أخي فرهدتوا العراق إذن الخطوة الأولى اتركوا ما بقى لهذا الشعب الخطوة الأولى لي أتغيير هي بالانتخابات أكيد لكن كيف يمكن أن نضمن نتائج التصويت أنا أقول إذا الشعب زحف إلى الانتخابات بشكل صحيح والآن نقول أنه الشعب معظم الناس يهو تسألي يقول لك أنا ولا ما أروح الانتخابات هذا خطأ عندما لا تذهب للانتخابات سيصادر صوتك وأنت جالس في بيتك لكن ربما يصادر ودعني لا نحن اليوم ندعو ومن خلال منبر قناتكم الكريمة أنه اليوم تكون هناك لجنة من الأمم المتحدة تشرف على الانتخابات بالإضافة إلى اللجنة التي تعين من العراق لأن اليوم حتى لجنة الانتخابات وحتى كما تسمى الهيئة المستقلة هي ليست مستقلة هي مرشحة من هذا وذاك ومن هذه الكتل ومن هذه الأحزاب فهي ليست مستقلة وبذلك عندما ماكو يعني انتشفت ممكن الانتخابات الأمريكية ساعات ولحظات أعلنت النتائج وإحنا شهر يأخذون الصناديق في مطار بغداد ويأخذونها مدرور في أي مكان وتذهب إلى المنطقة الخضراء إلى أن تأتي النتائج حسب ما مرسوها وهذا سبب رئيسي سأقوله لك لأننا لا نمتلك الإرادة نحن في العراق لا نمتلك الإرادة لنسلم إن هناك جهات هي من تسيطر على العراق يعني اليوم ما نمتلك ما نمتلك زمام أمورنا بأيدينا فأنا أقول إن على الشعب العراقي أن يكون أكثر وعيا وأكثر حرصا وأن ينتخب الأشخاص الذين بإمكانهم أن يبنوا العراق ويترك المفسدين يا أخي كافي يعني إحنا إلى متى نبقى مع هؤلاء المفسدين لكن المفسد ربما يتمكن من الصعود مرة أخرى بالمال يعني بتقديم بعض المغريات إلى بعض الجهات بالتالي يسعد مرة أخرى وحدثت بأكثر إذا عزمنا وتوكلنا على الله في هذه الانتخابات والتي تليها سوف ينتهي المفسدون والذين ذكرتهم سوف ينتهون لكن من يحاسب هؤلاء يجب أن يحاسبون يجب أن تكون هناك محكمة بمستوى هذا الشعب تحاكم هؤلاء المفسدين وإلا لا يمكن أن يبقى الحبل على الغارب نعم بكم تقدر الخسارة المادية والخسارة المعنوية التي خسرها العراقة يعني بيجيوب المفسدين وخلال حقب الأنظمة السابقة البعض يعني أنا أتحدث لك حسب الأحصائيات التي موجودة من 2013 لحد الآن كما تعلم هناك حصائيات كثيرة صدرت ولكن الحصائيات التي آخر الحصائيات أو الحصائيات التي رددتها أكثر من جهة هي بحدود 400 مليار دولار وهذا رقم مهول بجيوب المفسدين بجيوب المفسدين وبالمشاريع الوهمية وصدرت إلى البنوغ الأخرى وإلى الدول الأخرى وإلا لو بقيت هذه المبالغ الكبيرة الغائلة للعراقيين لما نعاني ما يقارب 400 مليار دولار هي خسارة العراق من 2013 حتى هذا حسب ما ذكرت التقارير الدولية وحسب ما ذكرت البنوغ هذا خلال ثلاث سنوات لكن من خلال من 2003 إلى من 2003 إلى 2003 من 2003 إلى نعم العراق الآن مديون ما يقارب 100 مليار دولار وهناك 400 مليار دولار هي في جيوب المفسدين كيف يتمكن العراق في الوقت الراهن من إعادة البناء التحتية لمناطق المحررة في ظل هذه الأزمة يعني أنه العوائل النزحة أعتقد هذا الرقم يعني مديوني العراق بهذا المبلغ غير صحيح أقل من هذا المبلغ نحن مديونين سنكون واقعيين لكن هذه بأخر أحصائيات يعني خلال الأيام القرية الماضية ظهرت نحن لدينا قدرات كما ذكرت لك كبيرة هذا المبلغ بالنسبة لنا لا يشكل شيء لو هناك ناس مخلصين في هذا البلد حقيقة يعني اليوم لدينا نفط وماشاء الله النفط حتى يتوقع أنه في الأيام القادمة سيصعد البرميل إلى 70 دولار على الانتخابات الجديدة هذا كما وضعت المراصد والمجسات يعني بعد نتج الانتخابات الأمريكية إن شاء الله يعني نتمنى نحن النفط يرتبع سعره بالأضافة علينا اليوم تفعيل دور الاستثمار السياحة القطاع الخاص يا أخي صار لت 13 سنة ميت ليش اليوم يعني اليوم نحن نستورد الخضار من دول الجوار التي لا تمتلك أرض زراعية إذا عزمنا العزم ووجدنا حكومة حقيقية حكومة منتخبة حكومة حريصة على شعبها نفعل الزراعة ونفعل الصناعة ونفعل القطاع الخاص ونفعل الاستثمار والسياحة بكل أنواحها زائد النفط سنسترد عافيتنا بإذن الله بالأضافة إلى هذا اليوم لو استقر الحال هناك كثير من الدول قادرة على دعمنا العراق لديه مبالغ طاحلة العراق لديه ثروات 100 مليار لا يشكل شيء صدقني يا عزيزي لا يشكل شيء بالنسبة للعراق العراق اليوم لديه ثروات كبيرة بلد نفطي آخر برمين نفط سيخرج من العراق العراق يعوم على بئر من النفط هذا مبلغ بسيط ولكن عندما تتوفر نعم ما الفائدة إذا كان عراق على بحور من النفط وإذا كان العراق يعني الآن هو يحتوي على كثير من خيرات لك كل هذه الخيرات هو ما مستغل العراق الآن يعاني من أزمة اقتصادية حادة يعاني من بطالة يعني طلبة الكليات خريجين السنوات الماضية حتى هذه اللحظة بدون أي وظائف بدون أي حياة يعني أو أبسط مقومات حياة الفرد البسيطة حقوق البسيطة وما حصل عليها كيف يمكن أن ننهض إذا إذا كل هذه الأمور ما محصر لها أنا كما ذكرت لك يا عزيزي نحن نحتاج إلى حكومة واعية تستوعب هذه الأشياء يعني اليوم يتخرج طلاب من المدارس ومن الكليات ويجلسون في بيوتهم وأنت تعلم يا عزيزي ماذا جرى بشبابنا جزء منهم ذهب إلى الغرب وغرقه في البحار والجزء الثاني حبيس البيت والجزء الثاني يجلس في المقائل يأخذ النرقيلة والجزء اليسير الآخر متواجد في بحبوحة الأعمال البسيطة وبعض ما هم ذهب ليقاتل علينا اليوم أن نفكر في إيجاد حكومة قادرة على لملمة الشمل العراق اليوم أنا ذكرتها في أكثر من لقاء لا نحتاج إلى حاكم صدقني نحتاج حكيم يعالد جروحنا اليوم العراق فيه آلام وجروح وفيه تشققات كثيرة على أن تكون هناك حكومة حكومة وحدة وطنية حقيقية ناس مخلصين قادرين على بناء هذا البلد يعني اليوم إذا تضافرت الجهود وأنتجنا حكومة بمستوى اسم العراق وتاريخ المشرف اللي يمتد إلى ستة آلاف سنة صدقني والله كل هذه العواق تنتهي كل هذه الأمور تنتهي والعراق يعيد نفسه لأن العراق في التاريخ كبى سبعة وعشرين مرة التاريخ لو قرأت التاريخ العراق مر بسبعة وعشرين نكبة ولكن كلما انكسر نهض من جديد نعم وهذه سمات العراق أنا أتمنى أكيد أنه يستمر العراق وينهض مرة أخرى بعد كل هذه الأهداث التي صرت ويحافظ العراق على وحدة وعزيمة رجاله وأنهض من جديده الدكتور عباس جبوري الأضو في مركز ببيل الدراسات الستراتيجية شكرا جزيلا لك أنا جزيلا شكر لكم وليقناتكم الكريمة ولك سيدي العزيز ولكل المخرجين والمعدين وأتمنى لكم التوفيق والسداد التوفيق الجميع إن شاء الله شكرا جزيلا لك أذن مشاهدين الكرام نتواصل معكم بهذه التغطية لكن بعد هذا الجلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام وتغطية مستمرة لأحداث الموصل وسير معارك الجري هناك أذن حتى هذه اللحظة تمكنت القوات الأمنية العراقية من تطهير مساحات واسعة من مختلف محاور القتال وتمكنت أيضا من الدخول إلى جانب الأيسار العمليات العسكرية التي انطلقت خلال الفترة الماضية حققت نتائج كبيرة وأبرز هذه النتائج هي خلال اليومين الماضيين إذا تمكنت القوات خلال الساعات الأخيرة من الدخول إلى ستة أحياء في الجانب الشرقي تحديدا من الموصل وتمكنت أيضا من استرداد مساحات واسعة من هذا الجانب بالآخر لم تتمكن إذن سوى أحياء قليلة جدا تفصل القوات الأمنية عن الجانب الآخر وأيضا تفصل القوات الأمنية عن الجانب الأيمن تحديدا هذا الجانب ستكون به أشرس المعارك المتوقعة مع عناصر تنظيم داعش إذا تحدثنا إذن عن أبرز النتائج التي تحققت هي تمكنت القوات من دخول ستة أحياء في الجانب الشرقي خلال الساعات القليلة الأخيرة وخضرت الشباكات عنيفة مع مسلحي داعش وأيضا كان هناك تطور في معركة استرداد المدينة التي بدأت منتصف أكتوبر الماضي وتمكنت أيضا القوات من تحرير منطقة النمرود الأثرية وذكرت أيضا قيادة العمليات المشتركة في بين الله أن قوتها توغلت بمناطق كبيرة في المحور الشرقي ولا زالت تشتبك مع ناصر التنظيم حتى هذه اللحظة في محاولة لاستعادة هذه المناطق وتستخدم الأسلحة الدقيقة وذات توجيه عالي في محاولة منها لتقليل الخسائر البشرية أيضا هذه العمليات ترافقها جهد إنساني وجهد هندسي كبيرة لضمان الحفاظ على المدنيين ولضمان رفع المخلفات الحربية من المناطق التي تم تحريرها إذا تحدثنا أيضا عن العمليات العسكرية التي انطلقت رفقت هذه العمليات يعني غارات لقوات تخلف الدول في أحياء متعددة حتى هذه اللحظة وأيضا كان هناك منشورات ألقتها سلاح القوى الجوية العراقية في صبيحة هذا اليوم وصحف على المدينة هذه المنشورات هذه الصحف التي نشرت والتي سقطت وملأت سماء الموصل في صبيحة هذا اليوم تضمن التعليمات للمواطنين وأخبار عن الانتصارات التي تحققت وذلك ليكون من في الموصل على الطلاع بنتائج هذه المعركة ولكي لا يتمكن عناصر التنظيم من إهام المواطنين بأنه لا زال يسيطر على الأرض ويسيطر على المعركة وهو صاحب المبادرة في هذه العمليات العسكرية في هذه العمليات ومشاهدين الكرام بحسب القوات الأمنية فيتمركز وجود داعش الآن في حي عدن حيث يقوم بإطلاق ذاف الهوان من هناك صوبة جنود العراقيين وأيضا هذه المحاولات لم تنجح في إيقال أو تقليل عزيمة القوات العراقية ولم تنجح حتى هذه اللحظة في وضع حد للتقدم المستمرة للقوات الأمنية أذن مشاهدين الكرام رغم كل هذا التقدم فطائرات التحلف الدولي حتى هذه اللحظة شنت ما يقارب 23 غارة جوية خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية تمكنت من خلالها من ضرب مقار قالت أنها تكون هي مضافات رئيسية لعناصر التنظيم الأجنبية في هذه المدن وقالت أيضا أن هذه المناطق التي تم استهدافها والثقنات التي تم قصفها من خلال طائرات التحالف الدولي هي تكون لتفخيخ العجلات ولتجمع العناصر الأجنبية في مدينة الموصلة أذن مشارك راما نبقى معكم في هذه التغطية ونستمر ليكون معي ضيفي في الساعة الثانية من هذه التغطية السيد علي الصياد الأكاديمي أهلا بك سيدي أهلا بك أهلا بك أذن نتحدث عن هذه عمليات العسكرية رفقت هذه العمليات العسكرية بعض الانتهاكات من قبل جهات تخاول تشويه الانتصارات تخاول أحداث ربما مجال للحديث عن خروقات تحدث في هذه العمليات هذه الانتهاكات سنتحدث بها أنا وأنت لكن بعد أن نتبعها بهذا التقرير تضربت الأنباء بشأن صحة مقاطع الفيديو المسربة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل أعلام عربية وأجنبية والتي تظهر فيه عناصر ترتديزيا عسكريا وهم يلقون القابض على أحد المراهقين وتقديمه للإعدام بطريقة الدهس بالدبابة وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت الجمعة مقطع فيديو يظهر قيام عناصر يرتدون زياً غير رسمياً بإعدام مراهق دهساً بدبابة فيما نسبت بعض تلك الوسائل والمواقع الفيديو للجيش العراقي وتظهر اللقطات الأولى من الفيديو المسرب الذي لم يتسنى لنا التأكد من صحة مضمونه عن انتشار لعناصر أمنية غير معروفة في إحدى المناطق الصحراوية ترافقهم دبابة من الطراز القديم وسط صيحات أطلقها هؤلاء الجنود عمة المكان يرافقها إطلاق رصاص على هذا الطفل في لحظة مرور الدبابة العسكرية عليه ولم يتم التأكد من هوية ممن ظهر في هذا الفيديو أو مكان أو زمان تصوير هذا الشريط الذي أثار لغطاً وضجة إعلامية كبيرة لكن موقع التقنية من أجل السلام الذي اشتهر بفضح الفيديوهات المزيفة أكد إن الصورة الأولى للدبابة توضح عدم وجود العلام العراقي أما الصورة الخامسة فتعود إلى لقطة قديمة وفي ضوء هذه المعطيات اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عناصر داعش الإرهابي بلفز الزي العسكري والقيام بهذا الفعل للتأثير على معنويات المقاتلين وتأجيج الرأي العام العالمي تجاه القوات الأمنية العراقية والحجد وقوات البشمرقة وانطلقت عمليات قادمونيا نينوى لتحرير مدينة المصل وباقي المناطق المحتلة في المحافظة من سيطرة تنظيمات داعش في السابع عشر من الشهر الحالي ونفى قائد شرطة محافظة نينوى واثق الحمداني الاتهمات التي وجهت إلى الجيش العراقي معتبرا أن هذا الفيلم كذبة من أكاذيب داعش لقلب الحقائق من خلال أفلامه المزيفة فيما عدى قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبد الأمير يا الله إن هذا المقطع يندرج ضمن سياق الإعلام المضلل الذي يحاول رمي طوق النجاة لداعش داعيا وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية إلى التأكد من صحة مثلتك المقاطع والتعاون مع قيادة العمليات المشتركة اذا نتابعنا معكم هذا التقرير الذي تحدث عن تضارب لنبا بشأن الانتهاكات تحدث في أثناء سيد العمليات العسكرية نتحدث سيد علي عن هذه العمليات يعني بعض الجهات ربما التي تخاول التأثير على القوات الأمنية العراقية وتخاول أيضا أن تتهم الجهات العراقية بأنها ربما تقوم بانتهاكات أو ربما حتى بعض الجهات ضعيفة نفسهم موجودة فعلا داخل صفوف القوات العراقية سؤال يطرح نفسه أنه كيف يمكن أن نحافظ على سير العمليات بنظافة فكيف يمكن أن يكون هناك انضباط وسيطر على كل هذه العدادة كبيرة من القوات الأمنية يعني بالبداية إذا كان هذا التصوير جرى من قبل الجيش العراقي يجب محاسبة اللي قاموا بهذا الفيديو يجب متابعتهم متابعة هذا الفيديو إذا كان فعلا للجيش العراقي الحد الآن يعني ما متأقديم منه إذا كانوا مولد الجيش العراقي أم كان لعناصر داعش سواء كان ما يفعلوه في سوريا فرق أيضا قبل فترة من الفترات قاموا بنحر طفل سوري فبالتالي لا بد متابعة هذه الأعمال حتى يتسنى لنا أفراغ الجيش العراقي من هكذا عناصر وحشية تقتل الأطفال وإن كان هو من داعش يجب تسليمه للسلطات لا قتله بهذه الطريقة لا يجوز طبعا نحن نتفق مع هذه الأفعال تماما أما بالنسبة للدبابة يعني أوضح التقرير لحضرتك أنه ما موجود العلم العراقي وتعتبر الدبابة يعني عائدة لدولة معينة إذا كانت ترفع العلم العراقي لكن نغرب العجلات الأسكرية يعني ليست كل عجلات الأسكرية ترفع العلم العراقي يعني مثلا أنا قلت مثلا أنه يتم التأكد من عندها قد ما ترفع العلم العراقي كذلك الفيديو يعني تصويره بطريقة مباغتة وبهذا التوقيت يعني لماذا بهذا التوقيت مع سير العمليات أنا قلت سابقا في حلقة معك أنه داعش عندما يخسر مكان يلجأ إلى تأجيج الإعلام يلجأ إلى تأجيج غاية العام الآن الجيش العراقي يحظى بدعم كبير من الدول العربية من الدول الإقليمية من الدول الأوروبية وحتى أمريكا نفسها تشيد بالجيش العراقي فأعتقد أراد داعش أو مندسين يعني هناك مندسين هناك فكر داعش لن يموت ولم يموت إذا ما حربنا فهذا تحدثنا سيد علي عن القوات الأمنية العراقية من يتولى مسؤولية متابعة العناصر ومحاسبة الجهات التي تقوم بأعمال ربما هي تخرج عن الأعمال خاصة بالقوات الأمنية وربما تكون في سجل الانتهاكات يعني هاي تشكيل لجنة متابعة لشؤون العمليات العسكرية متابعة الأفراد من خلال الاستخبارات العسكرية من خلال الأجهزة الأمنية الأخرى الأمن الوطنية تم تشكيل غرفة مشتركة لمعرفة هذه الانتهاكات ومتى تحصل ومن يقوم بها يعني إذا كان هذا تصرف فردي لا يمكن أن نحسبه على الجيش العراقي بالتالي الجيش العراقي لكن هذا ينعكس سلبا على سمعات الجيش أو على سمعات القوات المشتركة بالتأكيد وماشاء الله الإعلام أخذ ما أخذ حيز من هذا الموضوع بس ما أخذ حيز مواضيع أخرى من عمليات التحرير يعني أخذ هذا الموضوع بشكل أنه انتهاكات الكل كل إنسان هو ضد هذا العمل اللي شاهدنا بالفيديو حتى وإن كان الطفل داعشي ممكن تسليمه للسلطات ممكن إخضاعه لعمليات التدريب أو التطوير نفسي من أجل تخليصها من داعش أما هذا الفيديو لازم تأكد من صحته أولا يعني أعتقد لجنة الأمن والدفاع عليها التحري والوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل إن هذا مرفوض إنسانيا نعم أذن ما ظهر في هذا المقطع هو شخص ربما لا يتجاوز الخمسة عشر عاما هو الذي يقال أنه ينتمي لتنظيم داعش هو الذي يقال أن هذه الأحداث صورت في العلاقة نحن نتحدث عن هذا العمر تحديدا يعني خمسة عشر عاما وما دون بكم تقدر عداد عناصر تنظيم داعش مما يسمى بأشبال الخلافة أشبال الخلافة أكو كاتب اسمه أبو بكر هو من أحد جند الخلافة أعتقد توفى في سوريا أو قتل في سوريا عنده كتاب اسم إدارة التوحش داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية عندما تدخل منطقة تسميها بإدارة التوحش كيف تدير ذلك الدوحش؟ أولا تقديم المال للأهالي ثانيا عمل مدارس خاصة للأطفال لزجهم مع داعش ثالثا عمل جهاز استخباراتي مصغر هذا توجده بالصفحة داعش من هذا الكتاب بالتحديد أولو 12 يعني بس هي بهذه الصفحتين تجد هذه العمامل التي تنشئ هذه المجموعات من داعش علينا أن نحاربها فكريا لا بالسلاح لأن هذه الأعمار تأتبى لديها طاقات انفجارية وعقولها شبعت بمادة القتل والدرع يعني حتى هناك أيزيدين يعني أدخلوهم للإسلام يعني هم أطفال أدخلوهم للإسلام وشجعوهم على القتل والعنف وأعطوهم مناهج يعني مناهج لداعش جديدة فبالتالي نحتاج إلى محاربتها فكريا واعلاميا يعني يختص كل عراقي داخل البلد كل أكاديمي يختص بمحاربة داعش من موقعه لا يعني أن يأتي فقط على القوات العسكرية نعم هذا يعني الجانب العسكري ممكن أن نخلص العراق من داعش لكن هل نخلص من فكر داعش لا أعتقد إلا بعمل منهج معين والسياقات معينة لأن هذه أعمار يعني أعتقد مثل القنبلة الموقوطة متى أشاو تحركها متى أشاو أن تفعل أعمار الشغف في العراق لكن هل هناك أحصائية بعدد أشبال ما يسمى الخنفة يعني الأعداد مضاربة من بين 600 ألف إلى 700 ألف طفل 600 ألف إلى 700 ألف طفل لا أنا أتحدث عن ما يسمى أشبال الخلافة وليس أعداد الأطفال المتواجدين في الموصل أشبال الخلافة هم ينطون بها أعداد يعني داعش دائما ينطي أعداد بالعناصر الموجودة إلا لكن هذا تقدير من خلال مراكز أحصائية عالمية وحتى قالوها الأيزيدين يعني كل الأيزيدين اللي سبت نسائهم أخذوا الأطفال من أجل التدريب بالتالي هذه عملية إضافة زخم لداعش أو قد يكون ما بعد داعش أسوأ بصراحة بوجود هذا العدد تكمل من الأطفال عوامل مادية أيضا تشترك في عمليات الرهابية العامل الفكري فكل هذا يجب على الدولة أخذ خطوات استباقية لاحتضان هؤلاء الأطفال لاحتضان حتى عوائلهم توفير المناهج الدراسية الصحيحة حتى المدرسين يعني للأسف المدرسين اللي يبثون روح القتل والعنف بين الأطفال بسبب يعني توجهات معينة فبالتالي إحنا بحاجة حاجة ماسة إلى برامج توعية اجتماعية وهذه يعني أعتقد القنوات الفضائية لازم هي اللي تقوم بيها برامج اجتماعية أكاديميين صحفيين أعلاميين الكل يشترك بيها من أجل تخليص هذا الفكر الداعشي من هؤلاء الأطفال وهذا صعب جدا نعم مناطق الجانب الأيسر من الموصلة بكم قدرة أعداد خسارة تنظيم في هذا الجانب حتى الآن يعني الحد ما أدخل للأستوديا يعني خبر عاجل وصول القوات الأمنية إلى مسافة تبقى ثلاثة كيلومتر عن ضفة نهار دجل بالتالي التنظيم كل يوم كل يوم يمر عليه هل هناك خسائر كبيرة بالعداد أم هناك انسحابات لعناصر التنظيم؟ الآن يحاول الانسحاب الانسحاب إلى جانب الأيمن يفعله داعش نعم طيب إذن إذا نتحدث عن ما يقارب حيائيين أو أكثر هي المتبقية في الجانب الأيسر ما بعد تحرير هذه الجوانب والانتقال إلى الجانب الأيمن ما يفصل الجانب الأيسر عن الجانب الأيمن هي غابة موصل وأيضا وجود نهر دجلة والجسور في حال تلغيم الجسور من قبل التنظيم وفي حال أنها تشير لأن التنظيم أصلا لغم هذه الجسورة لكن في حال تفجيرها قبل معالجتها من قبل الجهد الهندسي كيف ستكون معركة الجانب الأيمن كيف يمكن التعامل مع النازحين وكيف يمكن أيضا التعامل مع مد القوات الأمنية بالإسناد الكافي لخوض معركة الجانب الأيمن أيضا بالأضافة إلى العمليات العسكرية هناك الجانب الإنساني يجب أن نصلح بالضبع تحدثت أننا نستطيع أن نحصل أن نأمن ممرات في حال تفجير هذه الجسور وفي حال الوقت أركز على الجانب الإنساني أكثر من عسل من عسكري بصراحة الجانب الإنساني يعني استداء القوات الأمنية بغير مكان عملت جسر عائم للعبور إلى المناطق المراد تحريرها ممكن عمل هذه الجسور لكن ما مدى استيعاب النازحين على هذه الجسور كيف يمكن أن ننقل النازحين إلى مكان آمن؟ هذا العمل الحقيقي الذي يواجه القوات الأمنية هذا العمل الحقيقي الذي يأخر القوات الأمنية نحن القوات الأمنية لا يتقدم أن هذا جسر عائم إنزال جوي يعني بأي طريقة ممكن أن يصل الجيش أو القطعات الأمنية إلى هذه الأماكن أما بالنسبة للنازحين فأعتقد النازحين هي اللعبة الحقيقية لداعش هي اللعبة التي يرتكز عليها داعش للبقاء أكثر مدة في الموصل أما بالنسبة للبقاء يعني صار شبه معدوم ما يمنويات عناصر التنظيم رؤون مع هذه الانتصارات الكبيرة متحققة في الجانب الأيسر وفي مختلف المحاورة كيف يمكن للتنظيم أن يواجه القوات الأمنية في الجانب الأيسر ما هي الخطط المتوقعة أن يعمل التنظيم على اتباعها أنا قلت لك استخدام بالدرجة الأولى استخدام مدني كدروع بشرية حتى يوقفون العمليات لكن نتحدث عن المواجهة نتحدث عن أساليب القتال الذي قد يتبعها ما هي الأساليب المتوقعة يعني يستخدم أساليب الكر والفر وعادة ما يستخدم الفر من القوات الأمنية فبالتالي القوات الأمنية ستجد نفسها وقوتها أمام أمام داعش وأعتقد داعش أصبح من المواضي نعم إذن انتصارات كبيرة تتحقق للقوات الأمنية في مختلف المحاورة تقدم كبير للقوات من مختلف الجانب لكن هناك أيضا إذا تحدثنا عن ما يحدث في الموصل يعني تصريحات ربما متضاربة عن بعض الأحياء يعني إذا تحدثنا مثلا عن بعشيقة نسبعنا قبل ثلاثة أيام عن تحرير بعشيقة بالكامل لكن مع ذلك عدنا ونستمعنا مرة أخرى إلى أن القادة الأمنية نستمع من خلال تصريحاتهم ومن خلال المصادر الموجودة أنه نحن الآن في مركز بعشيقة لكن بعد أيام نستمع لأنه لا بعشيقة حررت في هذه اللحظة هل هناك قدرة للتنظيم على استعادة المناطق التي فقد موضع الأرض فيها وموضع القدم في هذه المناطق هل له القدرة على أن يستعيد هذه المناطق مرة أخرى وبالتالي تعاد الكرة مرة أخرى وتتقدم القوات من جديد؟ لا أعتقد الأخبار المتضاربة الموجودة بالإعلام مرة يقولون حررنا بعشيقة مرة يقولون بعشيقة لا زالت السيطرة الداعش مرة يقولون نحن بمركز مدينة بعشيقة لكن قوات البياشمرق أعلنت وبصراحة أنها تمكنت من السيطرة على مدينة بعشيقة نعم سيد عزيزي صيادة فقمانا سننتقل الآن إلى فاصل ولا نعودة شكرا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي كرامة بعد هذا الوقف والفاصل نعود مرة أخرى إلى سيد علي سيد الأكاديمي لنتحدث عن هذه عمليات عسكرية التي تجري إذن عمليات عسكرية تجري وفق الخطط الموضوعة وأسرع مما خطط لها حسب تصريحات القدر الأمينة وحسب تصريحات مصادر متعددة ومختلفة في الداخل والخارج أبرز ما حققته على القوات الأمنية إذن هو اقتحام الجانب الأيسر والدخول بصورة مفاجئة إلى هذا الجانب والتقدم بصورة كبيرة لكن رغم كل هذا التقدم هناك ربما إخفاقات في بعض الجوانب الأخرى ربما بسبب العبوات الناسفة بسبب الانتشار القناصة بسبب استخدام العناصر المدنية كدر وبشرية في هذه المعركة لكن رغم كل هذا كثير من الأسئلة ربما تطرح في الوقت الرهن ماذا بعد تحرير الموصل؟ هل الموصل قادر على النهوض من جديد؟ هل هناك بناء تحتية في هذه المحافظة؟ لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة؟ يعني ببعث قادرات توجد هناك بناء تحتية مدينة الموصل بحاجة لأعمار من جديد من الصفر يبدأ بها الأعمار الأعمار على أساس البناء البناء التحتية كذلك المتضررين أيضا من باعش هل هناك أموال مخصصة للمحافظة ما بعد التحرير؟ هل وضعت في الحسبان خطة لعودة الموصل إلى ما كانت عليها أو لعادة الموصل إلى سابق عهدها؟ بالوقت الحالي لا توجد ما صرحت الحكومة أي تصريح بهذا الجانب عادة الموصل وعادة بناء الموصل يعني بالحقيقة خلينا نتكلم بصراحة هل الخدمات الموجودة في بغداد كاملة لتكون خدمات في الموصل؟ لكن نتحدث عن منطقة ربما تحتاج إلى أبسط شيء إلى مستشفيات إلى عيادات طبية يعني لمعالجة الحالات المرضية الإصابات الحوادث الطرية التي قد تحدث لا نتحدث أنه في بغداد وفي أغلب المحافظات تفتقر إلى المياه الصحية تفتقر إلى الخدمات الأخرى كالطاقة كهربائية والكثير من الخدمات والمتنزهات لكننا نتحدث عن الأمور الأساسية التي يحتاجها الإنسان للعيش والاستمرار والمواصلة كيف يمكن إذن وضع خطة؟ من هي الجهات التي يقع على عاتقها مسؤولية أن تضع خطة إذا كانت الحكومة غير وضعة؟ هل هناك جهات أخرى ربما لها دور أيضا في هذا المجال؟ يعني عذرا من حضرتك أنا من ضربت لك مثال بين بغداد والموصل من أجل المقارنة يعني أقول لك أن الدور الحكومي سلبي اتجاه الخدمات للمواطنين ليس تقليل شأن الموصل وتعظيم شأن بغداد أنا أعلم أن حضرتك لا إذا تسمعني أنه ما أتحدثت عن تقليل شأن لكن أتحدث أنه كيف يمكن أن ننهض بالموصل من جديد؟ أكيد على وزارة الصحة يقع العاتق الأكبر من خلال توفير المستشفيات والمستوصفات والأدوية يعني هناك شحنات أدوية ترسل رسلة آخر شحنة قبل أسبوع حوالي من إيطاليا بمساعدة النازحين ومساعدة أهل الموصل بالذات بإيصال الدواء والغذاء كذلك سلالة غذائية الآن لابد أن يكون هناك جهد حكومي متواصل من أجل أن نهض بهذه المناطق سواء كان من ناحية العمران من ناحية الخدمات أدماء الصالح للشرب المواصلات الطرق كل هذه يعني الحكومة لازم تعمل خطة مدة كاملة من أجل أن نهض بالموصل وبأسرع وقت ممكن أما إذا ما صارت هذه الجود يعني للأسف الموصل قد تذهب من عندنا مرة ثانية وفيما ذهبت إلى تنظيم داعش يعني دخلها مو ذهبت عفوا عندما دخلها تنظيم داعش وجد أرضية سهلة في الموصل أما الآن إذا الحكومة لم تقوم بهذه الأعمال ستنهب الموصل مرة أخرى نعم وجد أرضية سهلة ذا تحدثنا عما جرى في الموصل هو حدث يعني وحصل على هذه الأرض يعني بعد صفقات ربما وصفت من قبل بعض السياسيين من قبل حتى نجان تحقيقية كشفت عن أسماء المتورطين في هذه العمليات وسلمت الموصل إلى الجماعة المسلحة لكن لم تحاكم ولم تتعرض لمحاكمة ولم تحاسب على هذه الفعل وحتى التأخير الذي حصل حتى تحرير الموصل يعني انتهاكات كثيرة قام بها التنظيم عدمات كبيرة للمدنيين وقتل دون أسباب لكن مجرد نشر فكر متطرف كان سبب كل هذه الجرائم هي حكومة لم تخاسب حتى هذه اللحظة على أي تقصير بدر منها كيف يمكن إذن أن نتعامل بالمستقبل أنت تقول أنه ممكن أن نضيع مرة ثانية إذا ضعت في الوقت الراهنية راح تضيع لي أنه هي مفتقرة إلى كل شيء لكن بوقت كانت تحتوي على كل شيء سلمت الآن سلمه يجب محاسبتهم هذا الكل يسلم به الأمر يجب محاسبة من يتواط على بلده من يدخل الأجنبي إلى بلده هذا كل الأمر ممكن أن يتم إذا كان هناك سلطة قضائية أكرر إذا كان هناك سلطة قضائية تنظر إلى العراقي لا تنظر إلى السلطة الآن السلطة القضائية ما أخذت دورها بأي شكل من الأشكال أي قضية فساد ما تابعتها تابع العاملات العسكرية لكن هي بلغة الحالية تنظر إلى الحكومة السابقة من الحكومة الحالية شوف نحن بعد 2003 صار عندنا تقسيم السلطات سلطة قضائية سلطة تشريعية سلطة تنفيذية السلطة التشريعية لا لها أي دور رقابي يعني هي تنقس تشرع القوانين وتراقب عمل الحكومة لماذا لا تراقب عمل الحكومة ؟ فبلغة ما يمكن شخص أن يكون نفسه أ Sachothe نفسها وبالتالي تحاسب لها وزير وزيرين حتى الوزراء اللي قالتهم هل تمتم حاسبتهم؟ لم تتم حاسبتهم ولم تتم حاسبتهم ولم تتم حاسبت أي أحد لا آلان ولا بعد مئة سنة إذا ظل هذا الوضع عليه أعتقد على الشعب اليوم الانتخابات الأمريكية أعتقد على الشعب الأراقي أن يأخذ التجربة الأمريكية أن يأخذ الوعي الاجتماعي الأمريكي عندما أنتخب ترامب لأن اليوم ترامب رجل اقتصادي وأمريكا بحاجة إلى اقتصاد فأعتقد اليوم على العراقيين أن ينتخبوا رجل الأمن رجل الاقتصاد رجل البناء رجل العطالة ينتخبوا على أساس معتقدات ثانية يعني يبعدون الجانب العاطفي عن الجانب السياسي حتى يعيشون بسلامة أما إذا ظلوا على هذا الوضع لا أعتقد ما هو موقع الموصل بعد التحرير أما تضربت هناك من أشار إلى أمكانية أن يتحقق أقليم الموصل كما نادى يعني وكما علت الأصوات خلال الأيام من القلية ماضية من قبل مجلس المحافظة وتحديدا المحافظة وأيضا هناك دعوات إلى أن يكون هناك قائد عسكري لإدارة المحافظة بعد التنظيم وهناك مطالبات أخرى يعني عديدة ما هو الوجه الأكثر قبولا خلال هذه الفترة المطالبة بأقليم الموصل حاليا وموصل موجودين حتى يطالبون بأقليم يعني الأقليم يحتاج إلى استفتاء من الشعب هذا بموجب الدستور العراقي حسب المادة 121 أو الأفوال 119 فأعتقد هذه المادة 121 بمدسة الأراقي يقول لازم مجلس محافظة ثلث أعضاء يقدمون طلب إلى مجلس النواب العراقي ويتم موافق عليه أما من خلال أشر من الناخبين في هذه المحافظة أشر من الناخبين من هذه المحافظة يتم إعلان الأقليم هل موجود أشر من ناخبين في هذه المحافظة هل موجود أعضاء مجلس المحافظة أن يقدموا طلب يعني هذه كل لازم نأخذها إجراءات قانونية بالحسبان أثنين قائد عسكري قائد عسكري إذا يأتي الموصل الموصل ما محتاجه قائد عسكري بقدر ما محتاجه قائد إنساني يقرب بين وجهات النظر المتفرقة ونالك إجراءات قام بها تظيم داعش تفريق الناس من خلال طائفي من خلال مذهبي من خلال ديني من خلال أرقي قومي يعني حتى قبل عام 2014 عندما جرت انتخابات مجالس المحافظات كان هناك أصوات في المصر تدعو إلى عدم انتخاب الأكراد الموجودين في المحافظة حتى يشاركون بمجلس المحافظة بحجة شنو أنه هذه تريد الضمه كردستان إليه فصار شنو نفور كردي عربي الآن داعش لا ما سوى نفور كردي عربي سوى نفور عام نفير عام بين المواطنين بالتالي تقريب وجهات النظر أفضل من أن يكون هناك قائد عسكري لقيادة هذه المرحلة من المصر مرحلة المصر حساسة جدا تحتاج إلى أبعاد النزاعات العشائرية القومية الفردية وبالتالي خضوع الموصل إلى حكم بسيط جدا حكم يهتم بالمواطن أكثر من أن يهتم بالسياقات الأخرى ما هي الخلطة الأكثر وضوحا وأكثر قربا إلى الواقع للموصل بعد التحرير أنا قلت لك أن يكون هناك المحافظة أن يكون يهتم بالجانب هذه دعوات لكن نتحدث عن الواقع إلى ماذا يشير الواقع بين السياسين هم مختلفين تماما قسم يقول أننا نريد أن نقسم الموصل قسم ينادي بأقليم الموصل قسم ينادي بحاكم عسكري مثل ما تفضلت أنت أهل الموصل نفسهم ماذا يريدون علينا أن نسمع أهل الموصل لا أن نسمع السياسي السياسي لا يهتم في العراق للأسف يعني أخذوا مقولة الرسول خاتم الأنبياء على أن وكلكم راعي وكلكم مسؤولين على رعيتي يعني أخذوها بمنحة آخر أخذوا الراعي بمنحة آخر الراعي ليس يعني أن يمشي ويمشون وراء حيوانات لا بالعكس الخدمة خدمة البلد السياسية لخدمة البلد ليس البلد لخدمة السياسة لأننا مفرقوا بيناتها بالتالي أنتجنا هذا الجيل السياسي للأسف يعني مو في الوقت رهن العراق يحتوي على يعني شخصيات ربما سياسية بعض السياسيين اللي قدم مكاسبة ومصارح الشخصية على المصالح العامة من المستفيد بالدرجة الأولى نعني من سيطرة تنظيم داعش على موصل ومن المستفيد بالدرجة الأولى نعني لأحداث الجرية في الموصل من قبل الكتار السياسية العراقية أو من قبل حتى السياسيين هل هناك جهة مستفيدة من أحداث سؤالك شوي نقول مثل القنبل الموقودة راح أقول لك من الخاسر الخاسر الشعب أنت واحد نعم لكن الخاسر هو الشعب لكل مستفيدين أذن لكل مستفيدين من هذا الوضع من هذا الصراع لكل مستفيدين ميزانية العراق خاوية العيش في العراق يعني وإن كان موجود لكن يفتقر لكثير من الأمور أنا قلت لك بغداد تفتقر لكثير من الخدمات عادل مصر عادل جنوب يعني هذه المناطق لو فتشنا كلها بها بين أحياءها وأزقتها هل هي ممتفع السياسات أم ماذا هل الأحزاب عملوا لمناطقهم بالتأكيد نعم بعض الجهات أشارت إلى أن تنظيم الداعش نجح في الاستقرار في الموصل كون الموصل هي مدينة تمتاز بأغلب سكانها هم قادة عسكريين وأغلب سكانها هم ضباط في الجيش العراقي السابق إذن بعد تفريغ جيش العراقي من ضباط الجيش السابق وبعد تسريح هذه العدد الكبير من العسكريين في المدينة ربما ولدت أفكار أنه متطرفة وانتقامية للبعض منهم نتحدث عن الجميع لأنه كثير منهم الآن هم في صفوف الجهات التي تخارب داعش وفي صفوف الجهات المنتفضة من داخل الموصل أنا نتحدث عن البعض القليل من هؤلاء يعني أنه هل هذا شيء أثبت أنه عملية افراغ الجيش العراقي من قادة الجيش السابق ومن ضباط الجيش السابق أثبتت فشلها هل ممكن أن تعاد النظر ويعاد النظر بهذه القضية بعد هذه العمليات يعني حسب مساءلها العدالة اللي مات اللي ما اشترك بقتل العراقيين أو بدماء العراقيين يتم رجاعها إلى الخدمة أما بالنسبة للضباط الموجودين في الموصل أنت قلت ليس كلهم مشاركوا مع داعش ونالك من حمل السلاح ضد داعش بالتالي نحن ما نصير نباوى على فكرة جماعية نشوف الأشخاص الأفراد يعني أهل الموصل لما دخل داعش هل كلهم أيدوا داعش بالتأكيد أو داعش عندما دخل يعني نكون بأكثر صراحة داعش عندما دخل قال أنا دولة إسلامية حافظ عليكم من احتلال بغداد من كذا من كذا من كذا هناك من صدق هذا التنظيم هناك من دعا لهذا التنظيم هناك أوصال حتى في بغداد دعت إلى هذا التنظيم لكن بالأخير عندما تبين الحقيقة الكل نفرت من التنظيم إذا يعني إذا مثلا مدينة الموصل على سبيل المثال بيها ألف شخص على سبيل المثال انضموا خمسة لداعش ما يصير نقول الباقين هما كلهم يوالون داعش هناك القوة السطوة لداعش نحن حدثت عن موضوع أنه هذه العداد البقية اللي لا زالته يعني في حال أنه استمرت الحكومة في أبعاد هؤلاء الشريحة يعني شريحة من هم في الكابينة العسكرية ما قبل 2003 يعني أبعاد هؤلاء الأشخاص عن العمل في صفوف القوات الأمنية لمن هم بيرتب عالية لا تحدث عن الرتب الصغيرة لأن الرتب الصغيرة غلبها عادت لكن الرتب العالية اللي تم أبعادها في حال بقي هذا التهميش لهذه الرتب هل ممكن أن نشهد ولادة تنظيم ربما سيكون متطرف وذات خبر عسكرية أقوى يعني لا أتهم أنه كل اللي كانوا قبل عام 2003 هم سينضمون للإرهاب لكن نحن نتحدث أنه في حال اجتمرار تهميش هذه العداد وفي حال أنه وجدوها لأنه هم مهمشين هم لا يمكن أي حقوق في الوقت رهن حتى بعد عمليات التحرير وبعد المشاركة ربما أنه يبقون مهمشين إذا بقيت هذه التهميش وبقي هذا الأبعاد عن العمل الخاص به هل ممكن أن نشهد ولادة تنظيم آخر شوفوا كل إنسان يعتبر أن نفسه مظلوم ينجر لها فعال هو ما يريدها يعني حتى الإرهاب الحالي اللي يضرب بغداد واللي يضرب بقية المحافظات واللي يشارك ويا داعش يعني الدولة ما سوت فد آلية صحيحة لاحتضان أعداد كبيرة يعني حتى هناك من الشباب يتبع فكرا لداعش حتى في موقع التواصل الاجتماعي يدعو لداعش هذا شنو السبب السبب يعني يا أخي هناك الجانب المادي لازم نسيطر عليه الجانب المادي لدخل الفرد يعني إذا جردنا من دخل مادي جردنا من دراسة جردنا من كافة الأمور اللي يطلبها جردنا حتى من الرفاهية مقارنة ببعض الدول كلها تنتج لنا إرهاب فحتى لو كان كان مولود بعد العام 2003 ويعاني من هذا الظلم سينضم إلى التيارات الإرهابية أما بالنسبة للضباط قبل 2003 ما الذي يمنعهم من الإنظماء يعني عذرا من عدو مو كلهم يعني طبعا ما الذي يدفعهم للانضمام أكيد التهميش هو سبب كافي لانضمام كثير من الناس إلى جماعات إرهابية يعتقد على الدولة يعني بعد أن موصل أن تراجع نفسها إما أنا قادر أكمل مع الشعب العراقي إما أنا أنسحب بين الدولة وأحل الدولة وأجعل انتخابات مبكرة من أجل إيجاد الدولة تهتم بالمواطن العراقي اليوم المواطن العراقي الكل خسر يعني لا يعتبر واحد أنه لما داعش دخلت الموصل دمرت الموصل فقط آلاف الشباب الشهداء آلاف العوال التي تضررت من داعش هل ستضررت بجانب مادي أو معنوي هذا كله الأمر بالمحصلة النهائية العراقي هو من تضرر أنه دولة دولة حقيقية ترعى الشعب العراقي أين المادة الدستورية التي تقول العراقي المتساوين في الحقوق أين المتساوين العراقي يعني اليوم الأحزاب السياسية تتنعم في ملذات الدنيا والشعب العراقي يعاني من الخطر نتحدث عن الموصل تحديدا تنظيم داعش عدم خلال ما يقارب 72 ساعة الماضية 143 من ضباط الجيش العراقي السابق إذن هذه تؤكد أن التنظيم بات متخوف من عناصر القوات الأمنية وبات متخوف من عناصر الشرطة وبات متخوف من من هم يعني كانوا في صفوف المؤسسات الأمنية في البلاد سواء كانت في الحقبة السابقة أو في نعمة بعد 2003 هو بدأ خلال الأيام الأخيرة يعني بين فترة وأخرى نسمع عن أعدام لمرة كان هناك مئتي شخص وكان هناك ما يقارب 150 وخلال 72 ساعة كان هناك 143 من ضباط الجيش العراقي السابق أذن هل هناك نستطيع أن نقول أن جذور المقاومة بدأت تظهر بقوة في الموصل من قبل الأشخاص أم أن الأدامات جاءت لأسباب أخرى أعتقد أعدام هذا العدد من الضباط العراقيين يؤكد هناك مو جذور للمقاومة هناك شجرة مقاومة ضد داعش داعش من يحاول المساس به يقطع رأسه فعلها سابقا في كثير من المناطق من رفع العالم العراقي فوق أحد البنايات أو أحد الشواهق قام بأعدام قام بأعدام أي جندي يشوفه قدام أي عدم يعني داعش مو جديد عليه العدامات حتى نتفاجئ أنه ليش بهذا الوقت يعدم داعش أي واحد يخالفه ممكن يعدم حتى القيادات التي ساعدت داعش للأسف القيادات السياسية أو القيادات الأخرى سرعان ما نقلب عليها سرعان ما هجرهم حتى اللي ساعدوه اللي كانوا بالمنصات لماذا لم نجدهم مع داعش يعني هذا السؤال دائما يطرح أعطني كفني وأعطني السلاحي اللي يقاتل أين أنت من داعش هرب إلى دول الجوار يعني حتى انقلبت عليهم حتى يعني لا تفكر أنه بعديا هم ينقلبون عليها كما حصل مع القاعدة نعم وصلت معلومة السيد علي السيد الأكاديمية شكرا جزيلا لك شكرا معي على هذه الساعة شكرا لك أذن مشاهدي أكرم وصلنا على ختام هذه التغطية لكن التغطية ستسمع لحين تطهير موصل من سيطرة التميم شكرا لكم إلى لقاء ترجمة نانسي قنقر